اشتركوا في القناة لحي تنظيم حزب العمال الكردستاني بيكاكا وهو الاتهام الذي اكده بيان اصدرته جماعة تابعة للتنظيم تطلق على نفسها اسم مبادرة ابناء النار اعلنت فيه مسئوليتها عن اشعال حرائق الغابات في البلاد بهدف تركيع الحكومة التركية التي لا تفهم لغة اخرى بحسب البيان الذي ردت عليه السلطات التركية بحملة اعتقالات طالت العديد من المشتبه بهم من الموالين لتنظيم بيكاكا في مختلف المحافظات السلطات المعنية من امن وجيش واستخبارات تقوم بدورها بهدف ايجاد من احرقوا غاباتنا واحرقوا اكبادنا وان انتزاع كبد من احرق اكبادنا دين في رقابنا الجهود الحثيثة للحكومة التركية اسفرت عن اخماد الغالبية العظمى من الحرائق التي بلغ عددها اكثر من مائتين وعشرة حرائق حتى الان بينما لا تزال الجهود متواصلة لاخماد ما تبقى منها حيث اعلن الرئيس التركي خطة لاعادة تشجير محترق من الغابات حفاظا على الغطاء النباتي الطبيعي في البلاد ستتم اعادة تشجير المناطق المحترقة ولا يمكن استخدامها لأي غرض اخر قول بعض السياسيين ان هذه المناطق ستخصص للبناء هو اكاذيب ولا يوجد شيء من هذا القبيل ولن نسمح بذلك سيكون التشجير متوافقا مع الغطاء النباتي الطبيعي وسنزرع مائتين واثنين وخمسين مليون شجرة قبل نهاية هذا العام ولن نسمح بتحويل بلادنا الى صحراء وبحسب المهتمين بالشأن التركي فان تركيا توشك ان تتخطى ازمة مصطنعة اخرى وعقبة جديدة يلقيها في طريقها خصوم لا تحكمهم اخلاق الخصومة بعضهم في الداخل واخرون في خارج تركيا ترجمة نانسي قنقر